أهلا بحضراتكم من جديد التوبك اللي معايا في ترند ترند مهم جدا وخطير جدا ليه؟ كلنا عارفين ان الاتحاد الافريقي طرح فكرة استفتاء الافضل افضل نادي افضل لاعب افضل لاعب فيه بيلعب فيه مسابقات الاندية افضل لاعب محترف على مدار الموسم افضل مدير فني والنادي الاهلي داخل المصابقة القادمة اللي هتنظم بإذن الله في مراقش المغربية 11 ديسمبر المقبل فيه اكتر من سيكشن متعلق بالجواز الافضل افضل نادي موجود الاهلي افضل لاعب شايفين فيه 3 اربع لعيبة الشناوي ومعلول وبرستا وقهربا افضل مدير فني موجود كولر يعني موجودين في الاحداث بشكل كبير جدا الناس ألانا ان بعد مسابقة الدور الافريقي وفوز سانداونز ممكن نشوف يعني تأثير على جواز الافضل ونشوف ممكن تغييرات على جواز الافضل في ظل ان سانداونز لما تم تكريم افضل لاعب في بطولة الدور الافريقي كان لاعب في سانداونز افضل حارس كان حارس سانداونز الهداف كان لاعب بسانداونز ماسوكو ورغم انه هو متساوف عدد الاهداف مع قهربة فالناس ألانا هل ممكن لقدر الله الفوز بالدور الافريقي سانداونز يؤثر على فرص الاهل ان الاهل بطل دوري ابطال افريقيا وكان جرى العرف ان بطل دوري الافطال دائما وابدا بيكون هو افضل نادي سألت على فكرة في الجزية ده عشان اعرف الا هيحصل في ظل ان الاتحاد الافريقي وارد فيه كل شيء وتأكدت رسميا ان الاميل اللي اتبعت لللجنة الفنية ولكل الناس اللي هتشارك في التصويت كان قبل نهاية مسابقة الدور الافريقي يعني السوبر ليج الدور الافريقي خلص يوم 12 نوفمبر الاميل اللي اتبعت كان يوم 7 نوفمبر القوام المختصرة اللي هستعرضها معاكم دلوقتي دي القوام اللي الناس صوتت عليها بابتداء من يوم 7 نوفمبر وبالتالي مسابقة الدور الافريقي نتيجها من افضل نادي من افضل لاعب من افضل موديل فني مش موجودة وملهاش معيار على الجوائز دي نقطة مهمة جدا اللي هيصوت هيصوت على فيما هو قبل 7 نوفمبر دور ابطال افريقي الكنفدرالية مسابقات دور الافطال كأس السوبر الافريقي كل ده يسري قبل 7 نوفمبر ولكن الدور الافريقي خلص 12 نوفمبر دي نقطة مهمة جدا عشان لما نيجي نشوف الاستفتاء ونشوف التصويت في 11 ديسمبر في مراقش هنشوف ساعتها النتيجة ايه لو حصلت نتيجة عكس اللي احنا بتتكلم عليها ساعتها لاعب لينها وقفة لانا اتأكدت رسميا ان الايميل اللي اتبعت لكل الناس اللي هتشارك في التصويت على ما هو قبل 7 نوفمبر بدليل ان نختصر القوائم قبل 7 نوفمبر وطلب التصويت قبل يوم 7 نوفمبر لو كان استنى البعض يوم 12 كنت اقولك الدور الافريقي داخلها في المنافسة وفي المسابقة ولكن قبل 7 نوفمبر تعالوا مع بعض نشوف القوائم المختصر لان النادي الاهلي داخل في عدد كبير جدا من سكشن المنافسة على قوائم الافضل في الكرة الافريقية البداية مع بعض افضل نادي افضل نادي قدامنا اتحاد العاصمة بطل الكنفدرالية الاهلي بطل دوري الابطال الوداد وصيف دوري الابطال ماموليدي سانداونز ويانجي افريكانز وجود ماموليدي سانداونز هو كان غريب شوية لان ماموليدي سانداونز لا لعب سوبر افريقي ولا لعب نهاية دوري ابطال ولا كان موجود في الكنفدرالية فعموما الاميل مبعوط قبل 7 نوفمبر او تحديدا يوم 7 نوفمبر فالتصويت على نتائج هذه الاندية قبل يوم 7 نوفمبر نشوف مكان تاني ايه اللي معنا افضل منتخب في جانبيا غينيا الاستوائية موريتانيا المغرب السنغال انا بقول لكم بنسبة كبيرة طبعا المغرب لان كانت رابع العالم في كأس العالم في قطر افضل لاعب افضل لاعب وده اللاعب المحترف كان محمد الشناو ضمن القايمة لكن خرج من القايمة بعد اختصار القايمة لعشر لاعبين في رياض محرز في محمد صلاح في ياسين بونو حارس المغرب في فيكتر اوسمن لاعب نيجيريا ساديو ماني سوفيان مرابط يعني فينست ابو بكر المهاجم الكاميروني الترشحات كلها رايحة ومنافسة قوى جدا ما بين ساديو ماني وما بين ياسين بونو حارس منتخب المغرب طيب بنتكلم على افضل لاعب في مصابقات الاندية انتر كلاب في مصابقات الاندية مين بصحنا عندنا مين من النادي الاهلي محمود قهربة محمد الشناوي علي معلول بيرسيتاو اربع لاعب ابن الاهلي في منافسة مع بيتر شالوليلي المهاجم النبيبي مهاجم ساندونز واللي ملعبش في الدور الافريقي الا الفاينال بس اياب الفاينال بس ما كانش موجود طول البطولة بسبب الاصابة فيه كمان يحيى جوبران فيه يحيى عطيط الله من الوداد فيه ايمان محيوس لاعب اتحاد العاصمة فيستونا ميلي اللاعب الكمهولي اللي كان بيلعب فيه يانجي افريكانز وحاليا بيلعب فيه بيرامدز بنسبة كبيرة جدا بنسبة كبيرة جدا المنافسة هتكون ما بين محمد الشناوي وبرسيتاو على جائزة الافضل في هذه المصابقة افضل لاعب فيه مسابقات الاندية نروح لي افضل لاعب صاعد ما تمناش كتير للمفيهاش لاعب مصري لكن طبعا فيها عز الدين اناح اللاعب المغربي في بلال الخنوس اللاعب المغربي في عمار ديوف اللاعب السنغالي يعني هيبقى المنافسة ما بين لعبة السنغال ولعبة المغرب احسن حارس يعني ياسين بونو لو خسر الجايزة قدام سادي ومانيه هتبقى المنافسة قوية جدا بينه ما بين محمد الشناوي المرات المنافسة هتبقى صعبة جدا مع محمد الشناوي في ادوار ديمندي حارس السنغال في اه 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 اخر حاجة افضل مدير فني لن بتكلم على عبدالحق بن شيخ مدرب اتحاد العاصمة مرسل كولر طبعا هو السابق مرسل كولر مدرب الاهلي اه 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 المدير الفني لمنتخب جانبيا اليوس سنغال وليد ريكراكي المغرب منافسة صعبة جدا كولر عنده منافسة قوية جدا مع اليوس سنغال وليد ريكراكي لان الاختيار هنا انت تتكلم سواء منتخب او نادي فاسهم المنتخب بتبقى اعلى شوية عارفين لو فكرة افضل مدرب على مستوى الاندية كولر كان ياخدها بنسبة 100% عموما دي الجزئية الخاصة المتعلقة بجواز الافضل والمعلومة اللي قدت عايزة نفرد بها مع حضراتكم ان الاختيارات تمت عبر ايميل ارسل للاجنة الفنية يوم 7 نوفمبر وبالتالي نتاج الدور الافريقي ليست معيار في اختيار الافضل في جواز الافضل داخل الاتحاد الافريقي